سامر ميديا منها بهذا الطريقة طبعا الحليب بعد ما تستخدميها قدايا ترميه لانه غير صالح للاستخدام ومدامنا نتكلمه هنا حبيتنا نتكلم بالنسبة اللي عندهم الكوليسيرول مرتفع ويشهى ويمكن الزبدة كين هذا هو منتوج جزائري اوميغالين هذا المارغارين ما فيهاش الملح وايضا ما فيهاش دهون مهدراجة وبالتالي اللي عنده الكوليسيرول يقدر يتناولها بالعكس تساهم في خفض الكوليسيرول السيئ وغنية بالكالسيوم فيتامين دي وبالأوميغا جيدة جدا لصحتنا افضل من الزبدة العادية ولا المارغارين العادية طبعا صول ايضا نعرفوها معروفة لكن الأوميغالين افضل منها لانها بدون ملح هذا هو الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته